بسم الله الرحمن الرحيم بعد ان تم الانتهاء من دراسة الشقوق الحامضية بالسلاس مجموعات بتاعتها والشقوق القاعدية بالست مجموعات بتاعتها هنبدأ دلوقتي ندرس ازاي لما يبقى عندك ملح مجهول ازاي تبدأ تتعرف على شقيه الحمضي والقاعدي فا اول حاجة هنبدأ بالمخطط العملي اللي يكشف عن الشق الحمضي المجهول هناخد نص جرام من المال الصلبة بتاعتنا المحتوي على الشق الحمضي وهنهطها في انبوبة اختبار جافة ونضيفة ونضيف اليها حمض المخفر اللي هو الكاشف العملي مجموعة الاولى شباب خد تحدث احدى اربع مشاهدة اول حاجة حدوث فوران حدوث فوران طبعا وكان هنا بيصل كمان تصعد غاز يعكر ماء الجير ازا اما كربونات سي او سري او بي كربونات اتشي سي او سري طيب ازاي يفرق ما بينهم اللي يخدوا مع محلول كولوريت اعمل محلول الملح مع محلول كابرتات المنزم الدني راصب ابيض على البارد يبقى ازا ده كربونات راصب ابيض بعد التسخين يبقى ازا بي كربونات يبقى ازا بي كربونات كمان في تجربة تانية مع كولوريت الباريوم برضو في حالة الكربونات يديني راصب ابيض في حالة البي كربونات يديني راصب ابيض بعد التسخين طيب ده الملاحظة او المشاهدة الاولى المشاهدة التانية يا شباب بيتكون راصب اصفر ويتصعد غاز يحاول عديم اللون يحاول لون ورقة مباللة من دايكورومات البتاسب من الاصفل الى الافضل يبقى ازا ده وبنعمله التجربة بتاكدية بتاعته مع خلات الرصاص مع خلات الرصاص بيديني آآ لون ابيض لو جيت سخنت هذا الراصب في حمام مائي بيتحول لون الراصب الى اسود بالتسخين طيب الاحتمال اللي بعد كده تصاعد غاز زو رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد بيحاول لون ورقة مباللة بخلات الرصاص الى الاسود يبقى ازا الشق اللي معايا كابريتيد كابريتيد الاس ونجري له التجربة التأكدية عن طريق محلول الملح تفاعل محلول الملح مع نيترو بروسيد الصوديم نيترو بروسيد الصوديم طيب فيه كمان احتمال تاني تصاعد غازات بنية اللون وابخرة في اعلى الانبوبة ويتلون لون المحلول بلون ازرق باهد يتلون لون المحلول بلون ازرق باهد يتلون النيتريت انو او تو انو او تو تجربة التأكدية بتاعته بعمل محلول للملح وبعدين بضيف له كابريتات الحديدوز ثم قطارات ببطء من حمض النيتريك المركز فتتكون حلقة بنية داكنة سرعان على سطح انفصال السائلين بسرعان ما تتشتت داخل المحلول سرعان ما تتشتت داخل المحلول وده احنا قلناه في السلايد اللي قبل كده طيب التجربة التانية يا شباب هنجيب المادة الصلبة بتاعتي ونص جرام منها في انبوبة جافة وهنحط اليها واحد ملي من حمض الكابريتيك المركز حمض الكابريتيك المركز وده الكاشف العام بتاع المجموعة الثانية وهنلاحظ ما يحدث قد تحدث احدى ثلاث مشاهدات ام تصاعد غاز بني او برتقالي محمر يحول ورق الترشيح مبللة بالنشأ الى لون برتقالي يبقى ازا البروميت التجربة التأكدية بتاعته يا شباب بعمل محلول الملح منه مع محلول مطلات الفضة يديني راسب اصفر باهد طيب المشاهدة التانية اما تكون ابخرة بنفسجية ويتلون المحلول بلون رجواني داكن داخل الانبوبة ازا اليوديد التجربة التأكدية برضو هنعملها مع محلول الملح مع خلات الرصاص بيتكون راسب اصفر يزوب عند تسخين الانبوبة في عمام ماء المحتمال التالت تصاعد ابخرة بلون بني تزداد كسافتها عند اضافة برادة نحاس في الانبوبة ازا نطرات انه اسرين وبنجري ليه التجربة التأكدية مع محلول الملح معه كابريتات الحديدوس ثم اضافة ببط بعض قطارات من حمض النيتريك المركز تتكون حلقة بنية داكنة تتكون حلقة بنية داكنة يا شباب سرعان ما تتشتت داخل المحلول سرعان ما تتشتت داخل المحلول او اما انه لا يحدث اي تغيير ازا يستبعد وجود ايونات مجموعة حمض الكابريتيك المركز الكلوريدي البروميدي اليوديد او النطرات ويلزم متابعة الخطوات العملية اللي تكاشف عن الشيخ الحمضي المجبول باستخدام الخطوة رقم تلاتة باستخدام الخطوة رقم تلاتة الخطوة رقم تلاتة ان انا باخد انبوبة جافة ونظيفة بحط فيها نص جرام من الملح الصلغي بتاعي وبضيف لها طبعا المجموعة التالتة ليس لها كاشف بعمل منها محلول اضافة اتنين ملي ماء مقطر عشان بعمل منها محلول وبضيف لها واحد ملي من محلول كولوريد الباريوم كولوريد الباريوم احدى سلاس مشاهدات يتكون راسب ابيض لا يزوب في حمضه المخفف يبقى ازا كابريتات تجربة التأكدية بتاعته بعمل محلول الملء وبضيف له محلول خلات الرصاص ازا تكون راسب ابيض يزوب في محلول هيدروكسيد السودي يبقى انا كده اتأكدت ان ده فعلا الكابريتات اول مشاهدة تانية يتكون راسب ابيض ولكنه يزوب في حمضه المخفف ازا الفوسفات تجربة التأكدية بتاعته يا شباب بعمل محلول الملح مع محلول كولوريد الماغنيسيوم مع محلول هيدروكسيد الامونيوم زاية كولوريد الامونيوم هتكون راسب ابيض يزوب في حمض الخليك المخفف اول مشاهدة تالتة يتكون راسب ابيض يزوب في زيادة من هذا الكاشف اللي هو كولوريد الباريوم يعني ازا البورات التجربة التأكدية بتاعته باخد نص جرام من المادة الصلبة في انبوبة الاختبار بضيف لها قطارات من حمض الكابريتيك المركز وبضيف لها قطارات من الايسانول ونقلب بواسطة ساق زجاجية ونعرض هذا القضيب الى آآ لهب ونلاحظ تلون حفة اللهب. طبعا حفة اللهب سوف تتلون باللون الاخضر بشكل واضح. شكل واضح. ودي من التجارب المهمة جدا. ده كمان يا شباب مخطط عملي بسيط كده جدا بستخدمه في الكشف عن الشق الحمضي المجهول اللي هو طرق الكشف عن الشق الحمضي في ملح مجهول آآ اول حاجة بناخد الملح الصلب المجهول معانا في انبوبة اختبار جفة وبنضف لها حمض المخفف اللي هو الكشف العام للمجموعة الاولى. حدوث فوران واحدة ثلاث مشاهدات. حدوث فوران وتصاعد غاز عديم اللون يحتمل ان يكون كربونات او بي كربونات. طب افرق ما بينهم ازاي? عن طريقة شباب مثلا مع كلوريد الزبق يديني راسب بني على البارد يبقى ازا كربونات راسب بني بعد التسخين يبقى بي كربونات. واحنا كمان خد اول التجربة التأكدية التانية كمان. اللي هو مع كبريتات الماغنيسيوم. راسب ابيض على الحال يبقى ازا كربونات. راسب ابيض بعد التسخين يبقى ازا بي كربونات. طيب واما المشاهدة التانية حدوث فوران وتصاعد ابخرة بنية عند فواهة الانبوبة ويتلون المحلول باللون الازرق يبقى اذا ده نيتريت نيتريت نوتو بنعمل التجربة الخاصة مع النيتريت بواسطة استخدام بيرمينجينات البوتاسيوم طيب المشاهدة التالتة يا شباب لا يحدث اي شيء اذا ليس من المجموعة الاولى هننتقل ثانيا الى المجموعة رقم اتنين ادي المجموعة رقم اتنين يا شباب اللي هي الملح الصلب مع الحمض كابريتيك المركز اللي هو الكاشف العام بتاع المجموعة فا احدى اربع مشاهدات او احدى سلاس مشاهدات واحتمال اخير حدوث فوران وتصاعد غاز عديم اللون يكون سحب بيضاء مع صف زجاجية مباللة من هيدروكسيد الامونيوم فاذا ده الكولورايد نعمل له التجربة الاتية محلول الملح مع محلول مطرات الفضة بيديني راسب ابيض محلول الملح مع خلات الرصاص بيديني راسب ابيض طيب المشاهدة اللي بعد كده حدوث فوران وتصاعد ابخيرة برتقالية وهيتلون المحلول باللون البرتقالي بازن برومايد التجربة التأكدية بتاعته محلول الملح مع مطرات الفضة اذا راسب اصفر بيديني راسب اصفر بيديني راسب اصفر بيد او محلول الملح مع خلات الرصاص بيديني راسب ابيض المشاهدة التالتة حدوث فوران وتصاعد ابخيرة بنفسجية وياسود جدار الانبوبة اذا اليوديد نعمله التجارب التأكدية محلول الملح مع نطرات الفضة بيديني راسب اصفر محلول الملح مع خلات الرصاص بيديني راسب اصفر او عدم حدوث اي شيء يبقى اذا الشق ليس من المجموعة الثانية ننتقل الى المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة قلنا ليس لها كاشف خاص بناخد محلول الملح مع محلول من نطرات الفضة يكون مركز لو الداني راسب ابيض يبقى اذا كابريتات لو الداني راسب اصفر يبقى فوسفات تجارب التأكدية مع محلول الملح مع محلول كولوريد الباريوم لو ادني راسب ابيض يزوف الاحماد المخففة يبقى اذا الكابريتات راسب ابيض لا يزوف الاحماد المخففة يبقى اذا الفوسفات